وعشان نتعرف على التجهيزات دي معانا على التليفون الأستاذ مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو يا فندم أهلا بحضرتك إزاي حضرتك وبشكر حضرتك على المتابعة وإن شاء الله بإذن الله تبقى انتخابات تطلع بأظهر أجمل صورة ويبقى الوضع مشرف للجودو المصري نتمنى كالعيدة بإذن الله طمنا على آخر استعدادات الجمعية العمومية للانتخابات غدا بإذن الله نحن الحمد لله كل الإجراءات المتابعة في هذا الشأن خلصت والمكان اللي هيتم فيه الانتخابات جاهز ومعدل للانتخابات وإن شاء الله بإذن الله الانتخابات تعدي على خير وكلنا نطلع أخوات وكلنا بعد من خلص اللي ينجح يبارك للناس كلها لأنه إحنا منظومة واحدة وعيلة واحدة والله هيتولى المنصب ربنا يوفقه ويشيل المسئولية ويودينا للمكان اللي مصر تستحقه بإذن الله وأنا بقول أسماء السيدة المرشحين اللي حاسة أن ما فيش لا نائب ولا أمين صندوق بيتم اختيار المنصبين دول من داخل المجلس؟ وإحنا عندنا اللايحة بتاعت الاتحاد هو رئيس وسبع أعضاء اللايحة ما فيش ولا نائب ولا رئيس إيه سبب ده يعني؟ دي اللايحة معمولة من الاتحاد التابق لينا هو كان عامل اللايحة كده وبييتم اختيار النائب من على التربيزة من أعضاء مجلس إدارة كويسة إيه البطولات اللي منتخب الجودو هيشارك فيها في الفترة المقبلة بإذن الله؟ إحنا الحمد لله إحنا في الثلاث سنين اللي فاتوا الدول إحنا بعد المشكلة اللي حصلت بعد الأبطال اللي بطلوا بعد أولمبياد توكيو كان عندنا هدف واستراتيجية وخطة اللي تم عرضها من أول يوم إن إحنا هدفنا الأساسي لوس أنجلوس عشرين تمانية وعشرين إن إحنا هنحقق مديليات إن شاء الله فإحنا كان لازم في الثلاث سنين دول نمشي على طريق صحيح ونرجع الجودو تاني على الطريق الصحيح فإحنا الحمد لله بقنا ثلاث سنين إحنا على التوالي أول أفريقيا في جميع المراحل العمرية ناشئين وشباب وكبار عندنا مديليتين برونز في الطولة عالم لأول مرة في تاريخ الجودو المصري بنت تحصل على مديليا برونز في الطولة عالم أكبر قاعدة براعم وناشئين تنظيم البطولات الحمد لله إحنا اللعبة الوحيدة إحنا عندنا البطولة العربية التي تتعامل في موسم العالمين للسنة التانية على التوالي نظمنا بطولة أفريقيا للكبار وحصلنا عليها فردي وفرق فالحمد لله إحنا في الثلاث سنين إحنا ماشيين على الطريق الصحيح عشان لما نيجي النهاردة نقايم التجربة في الثلاث سنين ونقول إن إحنا نحقق مديليا في أولمبياد 2028 لازم نقايم الثلاث سنين هل إحنا كنا على الطريق الصح عندنا إمكانيات تؤهلنا ولا لا إحنا النهاردة عندنا إمكانيات تؤهلنا وعندنا قاعدة ناشئين وشباب كبيرة جدا جدا لو دخلوا في المنظومة بالأربع سنين وإعداد جاين وطرق علمية وخطط ومعسكرات إن شاء الله في 2028 إحنا بنوعد بمديليا بإذن الله شايف اللي اتعامل في الثلاث سنين اللي فاتوا كافية تماشى مع حجم الطموحات اللي كانت موجودة عندكم حضرتك يعني ما فيش اللي بيشتغل لازم يغلط فإحنا اشتغلنا كويس جدا وعملنا اللي علينا بس طبيعي المدة صغيرة جدا إحنا الدورة دي المفروضة أربع سنين بس هي بقى الثلاث سنين عشان فاطر الأولمبياد لما تأجلت عشان كورونا فإحنا عندنا سنة راحت مننا في التأهيل وفي الإعداد فده ممكن يكون اللي أثر يأثر على الخطط عندنا شوية لكن إحنا الدولة دعمتنا دعم كبير جدا 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 ووفرت لنا كل الإمكانيات إن إحنا نحقق الضموح بتاعنا بس زي ما قول حضرتك إحنا عندنا إحنا كنا بنبني الأجيال من تحت لإننا إحنا الجيل الكبير اللي بيلعب بقى له عشرين سنة كلهم بطلوا بعد أولمبياد توكيو فحصل فجوة شوي فجوة وما كانش الاتحاد فاطن لها في السنوات اللي قبل كده فإحنا اضطرنا إن إحنا نعيد إنت حدك أصحى في فترة فترة البناء واللي هي البناء الأساس لكن بعد كده اللي جاي سهد يعني اللي أربع سنين اللي جايين دول فترة الحصاد فترة اللي إحنا زرعناها في الثلاث سنين اللي فاتوا فإحنا هدفنا وخطتنا الأساسية هي استمرار التطوير واستمرار الإنجازات فإحنا الأربع سنين اللي جايين إن شاء الله الموضوع عندنا إحنا مش لسه هنتعرف على المنتخبات ولا هنتعرف على القوام بقى واضح شوي إحنا هنشتغل من تاني يوم يعني من تاني يوم إحنا وردي عارفين المنظومة وهنكمل ما بنناه إن شاء الله بإذن الله الفترة للأربع سنين اللي جايين نعمل نتائج متمززة تلوء تلي ببلدنا كنا بنتكلم في مقدمة الحلقة عن رياضة نسائية بشكل عام الجودو نسائي شايف فيه اهتمام كافي به في الوقت الحالي إيه اللي حققه خلال التلات أعوام الماضية بصح ذلك هو الملف ده كان مهمل بطريقة كبيرة جدا وما كانش عندنا أي إنجازات فيه فإحنا كان هدفنا بتتكلم بشكل عام ولا في الجودو بالتحديد لا في الجودو أنا مش بتكلم على أي لعبة تاني أنا بتكلم على لعبة الجودو بس أنا في الفترة اللي فاتت المكان الجودو النسائي كان مهمل جدا فإحنا كان هدفنا وبرنامجنا في الخطة في الأول ما جينا نترشح إن إحنا هنتمي بالملف النسائي وبالفعل اشتغلنا عليه جامد جدا إحنا زي ما بقول لحضبك إحنا ثلاث سنين على التوالي أول أفريقيا في جميع المراحل العمرية إحنا الأول مرة في تاريخ الجودو المصري إن بنت تعمل مداليا برونس في طولة عالم وده حاجة كبيرة جدا لأن البنت دي بنت المشروع قاومي في المنظومة فترة إعداد أربع سنين دي بعد أربع سنين هتبقى حاجة تاني خالص وممكن تعمل مداليا أولمبية إن شاء الله ده المنظومة كلها بتتعدي كده لسه طالع عندنا بنات كتيرة ملف الجودو النسائي إحنا مهتمين دي جدا 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 لأن عندنا مدالية البنات أسهل من الولاد كمان ليه ما هدخلش البنات في المنظومة نفس الاهتمام بتاع الولاد وفي الآخر هي بتحسب مداليا أولمبية المصري بكل التأكيد فالملف ده اشتغلنا عليه كويس وإن شاء الله هتشوف حضرتك في المستقبل الملف ده هيفرق معنا جدا نتمنى بإذن الله إيه أهم البطولات اللي هتنظم في مصر خلال المرحلة المقبلة إحنا إن شاء الله بإذن الله إحنا بنسعى وهدفنا بنستغل علاقتنا أنا عضو في لجنة تطوير في الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد العربي فجناء على الإلاقات إحنا بنحاول نجيب حدث كبير ما حصلش في مصر إن إحنا نستطيف بطولة عالم فإن شاء الله لو ربنا بعد من خلص الانتخابات لو ربنا وفقنا والاتحاد الدولي وفق لنا إن إحنا ننظم بطولة عالم دي تبقى حاجة هيلة جدا جدا بإذن الله كابت المرزوق شكرا جزيلا لك نورت الدنيا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا جزيلا لك وطبعا كل التمليات بالتوفيق لكل السادة المرشحين وأي إن كان منا اللي يكون موجود هيلقي مننا كل الدعم ونتمنى إن القادم يكون أفضل بإذن الله للعبة مهمة زي لعبة الجودون